اشتركوا في القناة ايه الكلام ده? يعني لما تحلم ان انت دخلت بيت شخص بتحبه او انت حلمت ان انت دخلت بيت شخص بتحبيه في المنام ده ليه دلالات كتير جدا وتفسيراتك كتير جدا ربما تكون خير وربما تكون رؤية تحذيرية ليك او لها موضوع مهم جدا هنتكلم عنه النهاردة بس قبل مخشرة تفاصيل فيديو المهم ده اتمنى ان تتصالوا على النبي على يفضل صلاة والسلام وتدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لك اكبر قدر ممكن من الناس ولو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز فاصلها يكتبها لنا اسفل الفيديو واحنا نفسر لكم فاصل وقت بازن الله لما تصوف الفتاة لحظ باق في المنام ان هي بتدخل بيت شخص بتحبه سواء كان من اصدقاء او من القارب وكان البيت ده يعني نظيف وجميل ده بيدل على ان هي هتحجج جميع اهدفة في الحياة اذا كانت الفتاة طالبة ده بيدل على ان هي تنجح وتتفوق في المرحلة الدراسية اللي موجودة في حياتها ولما تشوف الفتاة في المنام ان هي دخلت بيت واسع وجميل ده بيدل على ان هي هتتجوز من شخص عغاني واتعيش معاه حياة مزدهرة وسعيدة الفتاة العزباء اللي تشوف في المنام ان هي بتدخل بيت احد المعارف وكان البيت ده جميل وهي سعيدة دليل على ان هي هتتجوز من شخص صالح عما قريب وهتعيش معاه حياة سعيدة ولما تشوف الفتاة عزباء في المنام ان هي دخلت بيت وكان البيت ده قديم ربما يدل على ان البنت دي هتتعرض لبعض المشاكل في حياتها او ان هي تفشل في تحقيق هدف لها والله تعالى اهلا واهلا لما تشوف المرأة المتزوجة في المنام ان هي بتدخل بيت احد الاقارب وكان البيت ده جميل وهي هادئة البلده بيدل على ان حياتها هتتحسن وهتتغير احوالها للافضل واذا كانت بتحيني من بعض المشاكل الموجودة في حياتها هو حلمة ان هي دخل البيت شخص بتحبه ده بيدل على ان هي هتستطيع حلها والبيت الجميل الواسع في المنام عمتا دي دي يعني دلالة على تحسن احوالها للافضل باذن ربنا عز وجل اه يعني ايضا لما تشوف يعني المرأة الحامل ان هي دخلت بيت شخص بتحبه وكان الاقاربها ده بيبشرها ان شاء الله بقدوم اخبار مفرحة بيبشرها بدأ يسير امورها بازن ربنا عز وجل كذلك المرأة المطلقة اللي ما تشوف ان هي داخلت بيت شخص بتحبه ربما ده بيبشرها ان شاء الله باقترب زواجها والزواج ده هيكون سعيد وان هي تتخلص من جميع المشاكل والهموم الموجودة في حياتها طبعا بشرط ان البيت ده يكون جميل ونظيف ومنظم ايه لا اذا كان البيت ده يعني مش مرتب بيت مش نظيف بيت يعني فيه بعض الاشياء الغير جيدة ربما يدل على هموم ربما يدل على مشاكل ربما يدل على يعني ضغطات ربما يدل على هموم هيعاني منها الرأي او الرأية في حياته يعني كذلك الامر بالنسبة للرجل اللي يشوف ان هو بيخش بيت او يدخل بيت شخص يعرفه ده ربما ليه تغيرات يعني في بعض التغيرات اللي جبية اللي هتحدش في حاط الرأي يعني ودل الرؤية دي على ان الشخص اللي بيدخل بيت يعني بيته هيعود بالنفع عليه باذن الله في القريب العاجل ولما يشوف رجل في لما انه هو بيدخل قصر واسع وجميل معناه ان ان شاء الله حياته تتغير الافضل باذن ربنا عز وجل فعامة لما تشوف ان انت دخلت بيت شخص محبوب لك ده بيبشرك ان شاء الله بالخير الوفير والرزق الواسع باذن ربنا عز وجل وان في ان شاء الله في حياة جديدة يعني باذن الله انت مقبل عليها الحياة دي هتغير حياتك الافضل باذن ربنا عز وجل بشرطة زي ما قلت لكم ان البيت ده ما يكونش دايج ما يكونش مظلم ما يكونش يعني غير منظم وغير مرتب ده بيدل على هموم بيدل على ضيق هتتعرض لها الرأي ربما ديون ربما ضيق احواله المادية ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او ريو عز فصرها يكتبها ان اسفل الفيديو علشان نفسرها لكم في اسرع وقت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس وإلى اللقاء فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله